يواصل المنتخب الوطني لناشئين تدريباته وتمارينه اليومية في المعسكر الداخلي الذي يجريه بالمكلة فبعد انتهاء المرحلة الأولى من المعسكر التدريبي بأبيان دشن الأحمر الصغير تحت قيادة الجهاز الفني مرحلته الثانية للاستعدادات والتي شهدت استدعاء لأسماء واستبعاد أخرى لأسباب متعددة طبعاً أعداد المنتخب هذا بيكون منتخب غرب آسيا في أردن وأيضاً تصفية كأس آسيا في فيتنام وإن شاء الله نستطيع أن نقف على توليفة تحافظ على اللقب أولاً في غرب آسيا وأيضاً تنافس في كأس آسيا بإذن الله للصعود يسعى المنتخب الوطني من خلال التدريبات المكثفة المستمرة إلى تعزيز قدرات اللاعبين قبل المشاركة في بطولتي غرب آسيا وتصفية كأس آسيا للناشئين بفيتنام ويهدف الجهاز الفني بقيادة المدرب سامر فضل إلى رفع مستوى اللياقة البدنية لللاعبين واختيار العناصر الأكثر جاهزية لخوض المنافسات المقبلة والله أقمنا على فترتين صباحية ومسائية الحمد لله برتم قوي إن شاء الله بنكون قاهزين اكتشفنا اللاعبين القهاز الفني والإداري اكتشفوا اللاعبين قدرين إن شاء الله وقادرين على أن نحقق الفوز ونحافظ على اللقب لأننا حاملين اللقب للبطولة الأولى وإن شاء الله نرفع اسم اليمن عالياً تستمر عملية اختيار اللاعبين خلال الأيام المقبلة ومن المقرر أن يلتحق لاعب المنتخب الوطني للناشئين الذين خاضوا منافسات غرب آسيا الأخيرة في عمان بالمعسكر التدريبي قبل اختيار القائمة النهائية والتي ستشكل قوام المنتخب في الاستحقاقات المقبلة وبهدف التعرف على التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني فقد تقرر خوض الأحمر الصغير لمباريات ودية مع أندية حضر موت يأمل من خلالها الجهاز الفني الوقوف على نقاط القوة والضعف والعمل على إصلاح الخلل قبل السفر إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا ويبقى السؤال هنا هل يستطيع المنتخب الناشئ تكرار إنجاز النسخة السابقة والضفر بالبطولة؟